ويبقى الجو بين بغداد وأربيل معرض للسجالات والمناكفات في كل أزمة أو مستجد سياسي أو أمني أو اقتصادي ملف تشكيل الحكومة واحد من أهم الملفات التي تثير زوبعة سياسية بين المركز وكردستان واسطى مطالبات لحلحلة الأزمة عبر مفاوضات موضوعية رصينة ليس فقط في مسار التصويت عليها برلمانيا وإنما حتى في مشوارها الفعلي العملي رهنت كردستان تأييدها للكابينة الحكومية بمصالحها التي أسمتها قومية فقد أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني أن الأقليم سيدعم الحكومة التي تلتزم بالحقوق الدستورية لكردستان بارزاني شدد على أهمية أن تكون للحكومة الاتحادية الجديدة علاقات جيدة مع الإقليم مؤكدا أهمية استقرار الأوضاع في العراق وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتحظى بثقة غالبية العراقيين وسط هذه الصورة أكدت الأحزاب الكردية الأخرى أن المصالح العليا لإقليم كردستان ستكون هي الأساس للدخول في أي مسار تفاوضي جديد أو إداري آخر مصدر كردي مطلع أوضح أن رئاسة الإقليم عقدت اجتماعا مشتركا للأطراف السياسية الكردستانية بحث خلاله أوضع العراق وخطوات توحيد مواقف الأطراف السياسية والكتل والمؤسسات الرسمية لإقليم كردستان من طريقة التعامل مع التطورات على الساحة السياسية العراقية والكردستانية كما تم البعث في الخطوات العملية لتشكيل تحالف الكتل الكردية وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن المجتمعين اتفقوا على أن تكون المصالح العليا لإقليم كردستان وحمايته كيان دستوريا وسياسيا فضلا عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان والمناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم هي الأسس الرئيسية لشراكة ومشاركة للأطراف السياسية بالحكومة الجديدة وأن تأتي أي خطوة في محادثات تشكيل الكابينة الحكومية الوليدة بالتنسيق بين كل الأطراف والمؤسسات الرسمية لإقليم كردستان وبما تحفظ حقوقه إذن ووفق هذه المعطيات يبقى الجو بين بغداد وأربيل معرض للسجالات والمناكفات في كل أزمة أو مستجد سياسي أو أمني أو اقتصادي أو اجتماعي حتى ملف تشكيل الحكومة واحد من أهم الملفات التي تثير زوبعة سياسية بين المركز وكردستان دائما واسطى مطالبات لحل حالة الأزمة عبر مفاوضات موضوعية ورصينة موسيقى موسيقى موسيقى